تابعنا أحكام بالإعدام أصدرت الميليشيات الحوثية اليوم على 16 مواطن من أبناء محافظة صعدة و13 مواطن أيضا حكم عليهم بالسجن لمدة من 10 إلى 15 عاما ما الذي يدفع الميليشيات إلى إصدار تلك الأحكام مع هذا الكم الهائل من المواطنين بكل هذه البساطة؟ أبناء محافظة صعدة يعانون من ميليشيات الحوثي وهم لا يكل عن بقية المحافظات معاناة فميليشيات الحوثي هي مرتبطة ارتباط حقائدي بالباسيج الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني فكرا وعقيدة وأبناء محافظة صعدة كثير منهم يرفض ذلك صعدة محافظة صعدة هي من أكثر المحافظات يعني استنزفتها هذه الميليشيات لا يوجد بيت في محافظة صعدة لم يحدث فيه قتيل أو معتقل من هذه المحافظة الأبية والذي يرفض أبناءها الإنصياع لهذه الميليشيات القديرة وما يتم الميليشيات محاولة تصوير على أن أبناء صعدة معها فهذه الحادثة أكدت على أن كثير من الأبناء محافظة صعدة يرفضون سياستها ويرفضون أعمالها التي تقوم به وهي ما تقوم به الآن من عملية إعداماتها ليست أحكام قضائية ولا يمكن أن تكون أحكام قضائية ولكن هذه عبارة عن أعمال ديكتاتورية من هذه الميليشيات فالأحكام القضائية لا طرقها ولا أساليبها وفي نفس الوقت على أن المحاكم أو القضاء في محافظة صنعة يعتبر معطل لأن الميليشيات الحوثية عطرت القوانين وعطرت الدستور ففي ظل تعطيل الدستور وفي ظل تعطيل القوانين لا يمكن أن يتم القضاء فيه